بمشاركة وجوه فنية بارزة وفاعلين في المجتمع المدني انطلقت بمدينة فاس فعالية حملة تحسيسية تشمل المؤسسات التعليمية حول سول الوقاية من وباء كوفيد-19 حيث تم التواصل مع التلاميذ والتلميذات حول أهمية اتباع واحترام قواعد الوقاية والنظافة والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا مع توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على التلاميذ انطلاقها لأيام تحسيسية أخرى ستنطلق جميع المؤسسات التعليمية على مستوى مدينة فاس الهدف دياله هو التحسيس بخطورة هذه الوباء في الأوساط المدرسية والمدرسات المجتمعية ومحيط المؤسسات وشملت الحملة مدرسة القدس بمقاطعة جنان الورد إضافة للثانوية تأهيلية ملايرشيد بحضور نخبة من الفنانين وتخللتها فقرات فنية ترفيهية وتحسيسية في نفس الموضوع أنا أطلب من جميع الفعاليات الوطنية فنانين ورياضيين أن يزوروا المدارس لأنها ترفع من المعنوية للأطفال وتيمكن يحسهم بالعملية لأن المرض كين وجدي وبأنه بالوقعية كنا نتفدعوا تنظن أن إلا كانوا الناس كلهم واعين بالخطورة جل هذا الفيروس وإلا كانوا كلهم عندهم الريفلكس اللي خصهم يداروا تنظن أن العدوى غيرت نقص وتتواصل الحملة التحسيسية خارج أسوار المدارس في مجموعة من أحياء العاصمات العلمية مع توزيع الكمامات ووسائل التعقيم بحضور ممثل السلطات المحلية والأمنيات وفعاليات المجتمع المدني ومتطوع الهلال الأحمر وشخصيات أخرى شكرا